والحق الذي يجب أن يقال ابتداءً أن هذه النصيحة إنما بنيت على عدم معرفة بواقع المنصوح لهم الشيخ مع إحسان الظن وأنا دائماً أفرض هذا ولن أدخل في قلوب العباد ولم نؤمر أن نشق عن بطونهم وأن ننقب عن قلوبهم وأدعو هذا لمن تكلم به ويتحمل مسؤوليته بين يدي الله لكني أتكلم عن ظاهر الكلام إن الشيخ ربيعاً وفقه الله جعل الخلافة والاقتتال والدماء التي تسفك في ليبيا وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص جعل ذلك بين الإخوان المسلمين والسلفيين والله يعلم جل في علاه والذين يعيشون واقعهم يعلمون أن هذا الكلام غير صحيح فليست المعركة بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين في المنطقة الشرقية الأمر مختلف تماماً وهذا الكلام إنما بني على معلومات مغلوطة قيلت للشيخ وصدقها وهذا غير صحيح أيها الأخيار الواقع يشهد أن هذا غير صحيح